بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الذي أصرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني سرائل أن لا تتخذوا من دون وكيلا سرية من حمل لا معنوح إنه كان عبدا شقورا فقضينا إلى بني سرائلة الكتاب لتبسدن في الأرض مرتين ولتعلن علبا كبيرا فإذا جاء بعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأث شديد فجاسوا خلال الديار وكان بعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أتأتم فلها فإذا جاء بعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد فليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدبروا ما علوا تتبيرا عثى ربكم أن يرحمكم إن ربتم عدلا فاجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم مجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا فاجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل واجعلنا آية النهار مفصرة لتبتغوا فغلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب فكل شيء فصل الله تفصيلا وكل إنسان الأنذم له طائره في عنكه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك فاب نفسك اليوم عليك حصيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر آذرة موذر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تذبيرا فكم أهلكنا من القرون من بعد نوع فكفى بربك بذنوب عباده خبيرا مصيرا من كان يريد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم دعلا له جهنم يصلاها مذبوما مدهورا ومن أراد الآخرة فتعالها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لن نبد هؤلاء وهؤلاء من عقاء ربك وما كان عقاء ربك محورا انظر كيف فضل لا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تدعى مع الله إلها آخر فتقعد مذبورما مقبولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوتلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقفض لهما جلاح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا فآت ذا القربى حقه والمسكين أبنى السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا فإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فكلهم قولا ميصورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنكك ولا تبسطها كل البس فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم قشية إبلا نحن نرذكهم إياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساءت بيا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرب في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتيه أحسن حتى يبلغ أشده فأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا فأوفوا الكيل إذا كلتم مزنوا بالقصطات المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تكفو ما ليس لك به علم إن السمع والبخر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ولا تمشي في الأرض مرها إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مقروها ذلك مما أحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها ناقرة فتقعد مذنوما مدشورا أفعصاكم ربكم بالبنين واتقذ من الملائكة ناسا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يذيدهم إلا نفورا كل لو كان معه والهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علبا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن فإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان عليما قديرا فإذا قرقت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخر بحجابا مستورا فجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقه هو في آذانهم مقرا فإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على دبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف غربوا لك الأمثال فغلوا فلا يستفيعون سبيلا وقالوا إذا كنا عظام ورفاتا لإنا لمبعثون خلقا جديدا فلكونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا كل الذي فطركم أول مرة فسينغذون إليك رؤوسا ويقولون متاهوا فالعسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستدهبون بحمده وتغنون إن لبسكم إلا قليلا فقل لعبابي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عذوبا مبنا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم فما أرسل لك عليهم أفيضا وربك أعلم ينفي السماوات والأرض فلقد فضل بعض النبيين على بعض وآتينا دابود ذبورا قل دعوا الذين دعمتم من دوني فلا يملكون كشف الظر عنكم ولا تحليلا أولئك الذين يدعون يبدغون إلى ربهم المسيلة أي أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محضورا فإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة يوم عذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مصطورا وما منعنا نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون فأتينا ثمودا ناقد مبثرة فغلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويثا فإذ كلها لك إن ربك أحاط بالناس وما دعلا الرؤيا التي يريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن فنخرفهم فما يزيدهم إلا تغيانا كبيرا وإذ كلها للملائكة اسجدوا لآدم فسيده إلا إبليس قال أأفكر لمن خلقت قينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتني إلى يوم القيامة لا احتنك أن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفذذ من استتعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزدي لكم الفلك في البحر لتبتعوا من فغله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الظر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرفتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاسفا فيرسل عليكم قاسفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملاهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلاهم على كثير ممن خلقنا تفغيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرهون كتابهم ولا يغلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ما أغل السبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي يوحينا إليك لتفسري علينا غيره فإذا لا اتخذوك خليلا ولولا انثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لا ذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نسوها وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسوك خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدنوق الشمس لا غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافية لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي ادخل لي مدغل صدق وأخرج لي مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يليد الظالمين إلا خسارا فإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه فإذا مسه الشر كان يؤزا كل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا ثبيبا ويسألونك عن الروح قد الروح من أمن ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فلن ينشئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجلك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا ولقد صرصنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فابا أكثر الناس إلا كفورا فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعينب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما ذعمت علينا كثبا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت منذ خرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن للرقيق حتى تنسل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس من أسجاهم هم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا كل لو كان في الأرض ملاعكة يمشون مطمئنين وإنين لنزل عليهم من السماء ملكا رسولا كل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده قبيرا مصرا من يهد الله فهو المهدد ومن يغلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم جوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبزدناهم سعيرا ذلك جزاهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعثون خلقا جديدا أبلم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم فاجعل لهم أجلا لا ريب فيه فاب الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمتبتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد أرسل موسى بسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لو فرعون إني لا أظنك يا موسى مصبورا قال لقد علمت ما أندل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فإني لا أظنك يا فرعون مصبورا فأراد أن يستفذهم من الأرض فأبرغناه من معه جميعا فكلا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض فإذا جاء بعد الأخرى جئنا بكم لفيفا وبالحق ينزل الله وبالحق نزل ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا فقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مقص ونزلناه تنذيلا كل أمنوا بأولاد أمنون إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يطلع عليهم يخرون للأسطان سجدا فيقولون سبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا فيخرون للأسطان يبقون ويزيدهم قشوعا قل ادعو الله أبدع الرحمن أيما تدعو فله الأثماء الأسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها بابدغ بين ذلك سبيلا فقل الحمد لله الذي لم يتقذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عبدا قيما لينذر بثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا ليابائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم من يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آسارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يتفا النادعا لا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فإنا لجعلون ما عليها صعيدا جربا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الإزبين أحصى لما لبسوا أبدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم مددناهم هدى فربتنا على قلوبهم بسقام فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لن ندعو من دونه إلها لقد كلها إذا شكطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم من سلطان بين فمن أغلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتذلتموهم وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمتي ويهيئ لكم من أمركم ارفقا فترى الشمس إذا طلعت تذابر عن كهفهم ذات الجمين وإذا غربت تقردهم ذات الشمال وهم في فجمة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد فمن يغلل فلن تجد له وللجم رشيدا وتحسبهم أيقاظا وهم رغوط فنقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باصط زراعيه بالمسيط لبطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملت منهم رعبا فكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم ببرككم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتيكم برسك منه وليتلطف ولا يشارن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن السعة لا ريب فيها إذ يتناذعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيقولون سلاسة رابع كلبهم فيقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب فيقولون سبعة وسامن كلبهم كن ربي يعلموا بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا غاهرا ولا تستف فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله بذكر ربك إذا نسيت بكل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم ما لبسوا له ويب السماوات والأرض أبصر به وأصمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرق في أكمه أحدا فتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبذل لكلمات ولن تجد من دونه ملتحدا أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد ذينة الحياة الدنيا ولا تدع من أقفل قلبه عن ذكرنا واتبعها ما هو كلامه فرطا فقل الحق من ربكم فمن شاف اليؤم ومن شاف اليقر إنا أعتنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها وإن يستغيصوا يغاسوا بماء كالمهر يشفي الوجوه باستشرا عبتات مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نذيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار حلون فيها من أسابر من ذهب ويلبسون سيابا خضر من صندس وإستبرك متكين فيها على الأرائي نعم السباب حسنة مرتفقا واغرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحديما جنتين من أعناب وعففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين ياتت كلها ولم تغلم منه شيء وفكرنا خلالهما نهرا وكان له سمر فقال للصاحبي وهو يحابره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا فدخلت جنة وهو ظالم لنفسي قال ما ظن أن تبيد هذه أبدا وما ظن الساعة قائمة وليردئت إلى ربي لذن حير منها منقلبا قال له صاحب وهو يحابره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا فدخلت جنة وهو ظالم لنفسي قال ما ظن أن تبيد هذه أبدا وما ظن الساعة قائمة وليردئت إلى ربي لذن حير منها منقلبا قال له الصاحب وهو يحابره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نتفة ثم ثواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك كلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وبلدا فعدت ربي يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها أسبانا من السماع فتصبح صعيدا ذلقا أو يصبح ما هو غورا فلن تستطيع له طلبا وحيط بصمره فأصبح يكلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قابية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك ربي أحدا ولم تكن له فية ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثبابا وخير عقوبا أغرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أند الله من السماء فاختلط بنبات الأرض فأصبح هشيما تضره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والمنون ذينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحة والباقيات الصالحة خير عند ربك ثبابا وخير أملا فيوم نسير الجبال ما ترى الأرض بارضة وأشرناهم فلم نغادر منهم أهدا فعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة فاذدعمتم أن لن نجعل لكم موعدا فهرع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيهما يقولون يا بيلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا يحصاها فبجدوا ما عملوا هاضرا ولا يغلم ربك أحدا وعزق الله للملائكة اسكدوا لي آدم فسددوا إلا إبليك كان من الجن ففسد عن أمن ربي أفتتخذونهما ذرية وولياء من دوني وهم لكم عدو فإستل الظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عبدا فيوم يقولوا نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوا فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا فرأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس يؤمنوا إذاهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قولا وما نرسل المرسلين إلا موشرين ومنذرين فيجادل الذين كفروا بالباطل ليجهدوا بالحق واتخذوا آياتي وما أمبروا هدوى ومن أغلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ولسي ما قدمت يدا في الناجعا لا على قلوب مكنة يفقه وفي آذان مقرا فإن تدعوا بلا الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذون بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دون موئلا فتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين يو أمديا حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ ثبيلهم في البحر صربا فلما جابدا قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أبينا إلى الصخرة فإني نسيت الهوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكر واتخذ ثبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى لا تبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحت به قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء أتى واحدث لك منه ذكرا فانطلقوا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهكني من أمري عصرا فانطلقوا حتى إذا لقيا غلاما فقتلوا قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نفرا الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله